موسيقى تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الرياضية والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها مدريد يواجه ليغانيس وبرشلونة يستطم بإشبيليا يبدو ريال مدريد مرشحا فوق العادة للبقاء في الصدارة عندما يحل ضيفا على مضيفه ليغانيس السابع عشر فيما يصطدم غارمه التقليدي ومطارده المباشر برشلونة حامل اللقب بعقابة إشبيليا الرابع في المرحلة الثلاثين من الدور الإسباني لكرة القدم نطالع مشاهدين من صحيفة الرياض السعودية الأخضر الصغير يخوض ثلاث وديات جاء في تفاصيل الخبر يلعب المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم ثلاث لقاءات ودي أمام ناشئي الاتفاق والقادسية والفتح في معسكره في مدينة الدمام والذي يستمر لمدة أسبوع تأهبا لخوض التصفيات الغرية خلال العام الجاري والمؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية وإلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي نطالع منها الريال يدفع 24 مليون يورو لضم فيو هيرناندز ذكرت تقارير إخبارية أن ريال مدريد متصدر الدور الإسباني لكرة القدم مستعد لدفع الشرط الجزائي من أجل ضم الفرنسي ثيو هيرناندز المدافع الأيسر في صفوف أتلاتيكو والمعار إلى دي بورتيفو ألفاس وختام هذه الجولة الصحافية القصيرة مشاهدين من صحيفة الحياة وكوينتي في لهجة واثقة تشيلسي في الطريق للقب الدوري قال مدارب تشيلسي أنتونيو كوينتي إن فريقه ما يزال في وضع جيد جدا في مسعه لتجد ويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رغم من خسارته بهدف لهدفين أمام كريستال فلاس يوم السبت الماضي اشتركوا في القناة